ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك انك تنظفي كرس الحمام بكل سهولة والأداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الأسرينجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديكي أفضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه بعد كده دلوقتي تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة تلاتة في واحد المخصصة لتقطيع وتشكيل الفكهة أو الخضار زي مثلا تقدر ان انت تقطيع البطيخ أو الشمام لكذا شكل زي مظاهر كده قدامك من خلال الفيديو هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم لأكياس الكمامة طبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار أو على دلاب المطبخ أو في أي مكان انت عاوزاه وتستخدمي منه الأكياس دي بكل سهولة بعد كده عندنا مجموعة من منظمات الصغيرة للتلاجة اللي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تنظمي بيها الخضار الصغير أو الفكهة الصغيرة وتقدر ان انت تنظمي بيها الخضار المتقطع أو الفكهة المتقطعة وهي طبعا بتساعدك ان اكتصفي كل المياه اللي بتبقى موجودة في الفكهة أو الخضار ده بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الأحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جداً وهنا هنشوف عندنا أداة تثبيت أو حامل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليه غطيان الحلل أو لوحة تقطيع الخضرات أو مختلف أدوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا السلة الصغيرة دي طبعا تقدر ان انت تعتبريها سلة مكتبية يعني تقدر ان انت تستخدميها عندك في المكتب أو على الكومودين في قدوة النوم أو تستخدميها على صفرة وقت الأكل وترمي فيها أي حاجة انت عاوزها وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار أو جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جداً تقدر ان انت تحط فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك هنا معينا كطع من السيليكون تقدر ان انت تثبتيها عندك على حوض المطبخ أو حوض الحمام وتنظم عليها الصابون أو معجون الأسنان أو مثلاً تقدر ان انت تنظم عليها مختلف أدوات التنظيف اللي انت تستخدميها في تنظيف الموعين وهنا هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تثبتي بها الملايات او المفارش على السرير عندك تحس ان الملايات او المفارش عندك تفضل ثابتة على السرير ما تتحركش بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التثبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظم بيه مختلف أحجام الأطباق اللي بتكون عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبيت المنظم ده عبارة عن ثلاث رفوف كل الرف بياخد معاك تقريبا عشر بيضات يعني المنظم ده على بعضه كده بيشيل معاك تلاتين بيضا تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة بعد كده هنا هنشوف عندنا الأداة اللي بتساعدنا على صنع الزلابية او السنبوسة او القطايف وتقدر يتحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجفف للملابس طبعا لو احنا في الشتاء وكده بيبقى صعب علينا ان احنا ننشر الهدوم والهدوم بتاخد وقت طويل جدا لحد ما تنشف فمن خلال المجفف ده تقدر ان انت تجففي كل الهدوم بطريقة سهلة وسريعة جدا وهيوفر عليك الوقت ومجهود كبير هنا معانا الغطا او الواقي الخاص باجباس الكهرباء تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على اجباس الكهرباء في المطبخ او في الحمام وهو طبعا من مميزاته انه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك اجباس الكهرباء دي انها ما يوصل لهاش اي مية وهنا معانا اداة تثبيت تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وتثبتي عليها الفوات الخاصة بالحمام او تثبتي عليها مختلف ادوات التنظيف او مختلف الاكسسوارات وطبعا تقدر ان انت تستخدميها في اي مكان عندك في البيت زي المطبخ او الحمام او قودة النوم هنا بقى عندنا مجموعة من ادوات التثبيت اللي مش بتحتاج لاي مواد لاثقة او مسامير تقدر ان انت تثبتيها عندك بكل سهولة على الجدار وتنظم عليها مختلف اللوازم اللي بتبقى موجودة عندك سواء في المطبخ او في الحمام او في اي مكان عندك في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظم فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها عندك في المطبخ وتنظم عليها مختلف انواع الخضار زي مثلا التوم او البصل او الزنجبيل او الفلفل او تقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزيها ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها المواعين او الخضار او الفكهة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا هراسة للتوم طبعا تقدر ان انت تهرسي بيها التوم بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وطبعا هي مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدا هنا عندنا الشماعة اللي تقدر ان انت تتعلق عليها الهدوم او مختلف اللوازم الشخصية الخاصة بيك وطبعا تقدر ان انت تثبتيها على الجزء الخلفي من اي باب عندك بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا ان احنا نعصر او نستخرج كل بواق الكريمات اللي بتبقى موجودة عندنا في مختلف العبوات وطبعا تقدر ان انت تستخدميها على معجون الاسنان او اي نوع مرهم عندك وهنا معانا كفر للموبايل طبعا الكفر ده بيحميلك الموبايل بتاعك لو انت رايح البحر بيحمولك انه ما يوصلش ليه اي مية وهنا عندنا منظم للكبايات الورق طبعا تقدر ان انت تثبتيه جنب التلاجة او على الجدار وغير كده طريقة استخدامه سهلة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على مصفة حوض المطبخ وبعد كده تقدر تلمي كل بواي الاكل والاوساخ اللي تصفت عندك في حوض المطبخ بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف انواع الخضار او الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من انواع الخضار او الفكهة تقدر ان انت تجففي بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها اداة مميزة جدا بتساعدك انك تمسك بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تغسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه يعني هي بيكون ليها كذا طريقة في الاستخدام وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية دلوقتي هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تقفلي بيها كوابس الكهرباء لو انت عندك اطفال في البيت الكطع دي بتساعدك ان انت تأمني عليهم من الكهرباء بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع السليب اللي هي تعتبر اخطية للاطباق وطبعا هي بتيجي باحجام مختلفة بحيث انها تتناسب مع حجم مختلف الاطباق او الكبيات او المنظمات اللي عندك وغير كده هي بتساعدك على حفظ الحرارة وكمان بتمنع ان الحاجة اللي انت منظمها في الطبق او المنظم ده متقعش منه ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر النيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصلك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فابداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول التلات طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية الليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة